اشتركوا في القناة موضوع واحد اللي هو موضوع الانتساب أو موضوع التبرع أو موضوع الدعم يعني شوي أنا انحرجت خصوصا بقرارات اليوتيوب اللي هي موضوع أنك أنت تحط الأسماء في آخر الحلقة أو تعرض أسماء المنتسبين أو الداعمين بمعنى آخر وهذا شرط من الشروط اللي هم حطوها لهذه الخدمة ففي أشخاص هم يدعموا القناة أو دعموني تحديدا أنا بتبرعاتهم اللي كانت تيجي إما حوالي على البيبال أو حوالي على الاحساب اللي موجودات في صندوق الوصف أو عن طريق الوسترن يونيون هذولا أشخاص ما بننكر ولا بنكر ولا بخبي ولا بهمشهم من هذا الشيء وأنا جميلهم على راسي من فوق ولكن الأشخاص اللي انتسبوا للقناة انتساب هذولا بطلع في رمز جنب أسماءهم يعني بمعنى آخر في لو أجوا كتبوا تعليقهم أنتو كلكم جميعا راح تشوفوا أنه في إشارة معينة بتميزهم عن باقي المشتركين واثنين هذولا إجباري علي أنا أنه أنا أجاوبهم لما بسألوا بتعليقات أو بوجهولي سؤال عن طريق أي وسيلة تواصل اجتماعي أو حتى من خلال رقم تليفوني لأنه هذولا حق لا إلهم هم انتسبوا لأنه في شروط معينة أو في مزايا معينة لا إلهم فهذولا إحنا مجبرين أنه نحط أسماءهم في نهاية الحلقة ننوه لا إلهم ويكونوا مميزين هم اليوتيوب نفسه اللي بميزهم لأنه اليوتيوب برضو مستفيد يعني هذا الاشتراك اللي مثلا لنفترض أنه المشترك أو العضو الفضي هو شيء رمزي بالشهر 7 دنانير يمكن تقريبا أعتقد أنها 7 دنانير اليوتيوب بيعطيني منها 7 دولار يعني في 30% رايحة لليوتيوب والباقي هو بتحول لي أنا مش الشهر هذا الشهر الجاي يعني بدخل من ضمن الحسابات فعشان هي مش هالفائدة ولكن أنه زي ما بحكوها حجر صغير بتسنت زير بمعنى آخر يعني الكل بعرف أنه أنا ما بحققش أرباح من الدعايات والإعلانات اللي بتيجي على اليوتيوب بسبب الشكاوى اللي كانت تقدم وما زالت لحد الآن بتتقدم علي الشكاوى أو بتبلغ عن فيديوهاتي على أني أنا بحرض للطائفية والفتنة والأمور اللي زي هيك وطبعا عشان أنا أعترض وأودي لليوتيوب واليوتيوب يراجع الفيديو ويقرر أنه لا الفيديو هذا بده يصير عليه إعلانات بيكون مضى عليه يوم ونص أو يومين فما في واحد رح يرجع يحضر حلقة أول أمس مثلا أو يوم أمس فخلص راح الربح منها فهي سنتات اللي بتطلع عليه من الإعلانات وفيه قرار اللي عندهم قنات بيعرفوا هذا الشيء أنه اليوتيوب الآن له حقية بأنه يعرض إعلانات على كل الفيديوهات بالشكل اللي هو بناسبه وبالوقت اللي هو بناسبه في المكان اللي هو بناسبه وأنتي ما إليك علاقة في هذا الموضوع يعني ما إليك حقية أنك أنت ترفض هذا الشيء فعشان هيك الداعم أو أنه بغينا نظن نردد يا جماعة اللي حاب يتبرع اللي حاب يساند اللي حاب يدعم عشان نجيب أجهزة نجيب معدات عشان أطلع لايف عشان أنا أقدر أطور أجيبه جهاز كمبيوتر أيها لما فيها لأنه هذا الشيء الكل بيعرف أني أنا ما عندي إمكانية يعني أنا على مستوى إبر اللي هي المميع اللي أنا بأخذها شهريا هاي تقريبا بتطلع لها تقريبا محدود السبعمائة دولار شهريا أنا بأدفعها هاي عشان أجيب مميعاتي يعني غير الأدوية الأخرى فلما نيجي نحسبها على هذا الشيء أنا ما بقدر أد أحرم حالي من العلاج وأنا علاجاتي ما بقدر أوقفها لأنه مرضي الكل بعرف إيش هو فأنا منطر أخذ علاجاتي فإذا ما في أشخاص ساهمت وتبرعت وقدمت جزء على جزء على جزء ما بنقدر إحنا نجيب هاي الأجهزة أو المعدات أو أطور في القناة ومضطر أني أظني بنفس الأسلوب هذ لأنه ما عندي إمكانية غير هذا الشيء اللي أنا أقدمه بالفترة الحالية فعشان هيك حتى إشارة الانتساب لاحظت أنه دول طلع فيها أو عند أشخاص معينين في بعض الدول طلع عندهم لأنه هم رسلوني وحكوا لي ودول أخرى ما طلع عندهم إشارة الانتساب الآن في ناس بتيجي بقول لك طب أنا حابب أدعم القناة أنت حابب تدعم القناة بالانتساب هاي الانتساب بس يظهر عندك بتنتسب بالقناة إذا حابب أنت تتبرع للقناة تبرع يعني تحول أنت مبلغ معين لمرة واحدة أو لمرتين أنت حر يعني في صندوق الوصف في عنوان البنك وفي البيبال آيبان تبع البنك وفي البيبال إذا بدك تحول عليه وإذا أنت حاب بتحول لي عن طريق الوسترين يونيون لأنه ما عندك إمكانية أو ما عندك حساب بنكي بترسلني على الخاص بتبعث لي أنت على الواتساب أنا برسلك البطاقة تبعتي وعلى الاسم الموجود عليها أنت بتحول وأنا بستلمها من الوسترين يونيون أو على أي وسيلة إرسال يعني بس هي الأفضل لعنا في الأردن هي يا المانيجرام يا الوسترين يونيون الباقي وليش حول لك وليش بعت لك وليش مش عارف إيش فهي أسهل وسيلتين اللي هم من هدول الاتنين هاي بس اللي حبيت أنا نوه لها عشان أنه الأشخاص اللي يعني زعلوا وأخذوا على خاطرهم بقول لك طب أنا حولت لك ليش ما حطتش اسمي عادي أنا بدكو أكتب أسماء اللي حولوا أو اللي بعتوا ودعموا أنا ما عندي أي مشكلة الأسماء موجودة والمبالغ موجودة محفوظة ما نحطها بحطها وكل واحد يديش دفع كمان ويديش حول الفلوس بحط له بما بلغه جنبه يعني ما عندي أي مشكلة بس أنه حبيت أنوه للنقطة هاي أنه هاي الأسماء أنا مجبر أني أعرضها لأنه هدولا منتسبين القناة منتسب القناة رسمي باليوتيوب هو اليوتيوب استفاد منه فبطالبني اليوتيوب أني أنا أشهر اسمه فقط لا غير هاي هي النقطة بس هي نوع من أنواع التوضيح هاي مسألة المسألة الثانية الأشخاص اللي سألوا عن صحتي وعن صحتي الوالد أنا صحتي الحمد لله رب العالمين يعني يوم هيك ويوم هيك يعني متقلبة ولكن الفترة هاي أنا ما بفكر في صحتي ما بفكر أنا في الوالد في أبوي الوالد زي ما حكينا هو برضو مريض كانسر سرطان وعنده سرطان في المسالك البولية يعني وصلت للكلا عنده أو بوادرها أنها وصلت للكلا واحتمالية أنه يشلوله المثانا مع الحالب مع الكلا بالفترة القادمة ولكن اللي فاجأنا تفاجأنا فيه أنه هو صار عنده هشاشة عالية بالعظام وترقق وطلع عنده كسر في ست فقرات في العمود الفقري عملنا له عملية حقن اسمنتي للعمود الفقري لنصف الفقرات هاي وفيه له عملية أخرى خلال الأيام القادمة أنهم يعملوا له الباقي من المكسور وبعدين بدهم يعودوا يرجعوا أو يرجعوا لعملية متابعة المسالك لأنه ما بيقدروا فيه إشي ضروري يعني لازم أنهم يعملوا قبل الأشياء اللي مش ضرورية فالضروري هي الفقرات وبعدها نرجع نشتغل في المسالك فالفترة هاي الولد لأنه قليل الحركة وصار عنده ضمور بالعضلات وضعف وبطل يقدر يمشي لحاله أو يتحرك لحاله فمضطر دائما أني أنا أكون موجود معه أو أساعده وبرفقته في كل شيء هو أنا بطبيعة الحال هيك ولكن الآن صار مكثف أكثر عليها لدرجة أنه فيه أشخاص زعلة أنه بقول إحنا بنرسل لك بنبعث لك بتردش علينا وعدتنا ترد علينا وما رديتش علينا وأنا نزلت في فيديو وشرحت هذا النقطة أنه أنا مشغول كثير لدرجة أني ما بقدر أرد على التليفونات إلا لما بكون الأمر اضطراري أو بكون فيه عندي إمكانية للرد فعشان هيك يحب توضح هذه النقاط عشان اللي زعلنين علي أو لعتبنين علي أني أبرر الموقف قدام كم جميعا وإن شاء الله أنه ما في زعل ولا رح يكون في زعل ولا رح نزعل من بعض بإذن الله تعالى خلينا نروح على توقعاتنا اليوم طبعا توقعاتنا هي لليوم الثلاثة 21 أيلول القمر الآن في مرحلة خلوم مسار لأن القمر ينتقل من الحوت للحمل في ساعات الصباح بما أن القمر موجود في منزلة الرشا الآن موعد بث الحلقة وهذه المنزلة حكينا للعلاج والربح والسلامة والصلاح رح يمكث فيها القمر لغاية الساعة ثلاثة واثناشر دقيقة من الصباح اليوم بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة الشرطين هي موعد الانتقال هذا اللي هو ثلاثة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش اللي هو ستة واثناشر دقيقة بتوقيت الأردن بكون القمر انتقل تلقائيا لأنها أول منزلة أو أول درجات المنزلة هي مع أول درجات الحمل فها بيكون في منزلة الشرطين ومنزلة الشرطين سيئة جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد فيها هي جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى فحص العيون مثلا تقليم الأظافر الشعر الأشياء التجميلية البسيطة بما أنه القمر موجود في الحوت لغاية ساعات الصباح فبيظل عنا من الآن للصباح اللي هي تأثيرات برج الحوت على جميع الأبراج اللي هي بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع ما مننجح بالتركيز على موضوع معين وبنتدمر وبنكشف عن متاعبنا للغير وبنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرام هنا بينزووا جانبا وبيظرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا زاوية يعني زاوية اللي ذكرناها بالأمس وزاويتين بعد انتهاء خلو المسار الزاوية اللي رح تصير طبعا لأنه احنا في مراحلها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و54 دقيقة من منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن منزيد ثلاث ساعات يعني الساعة ثلاثة إلا خمسة بتوقيت الأردن وهي الزاوية تقابل يعني اكتمال القمر أنه القمر بصير بدر فهذا الاتصال تلقائيا هو سلبي فبيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا على علاقاتنا مع الآخرين طبعا وبما أنه هاي الزاوية رح تتشكل وهي آخر زاوية فمنها بيبدأ خلو المسار يعني ساعة ثلاثة إلا خمسة بتوقيت الأردن بيبدأ خلو المسار وبينتهي في ساعات الصباح اللي هو الساعة ثلاثة واثناشر دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني الساعة ستة واثناشر دقيقة بتوقيت الأردن وهذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار زي ما حكينا أنه الساعة ثلاثة واثناشر دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني الساعة ستة وربع بتوقيت في هاي اللحظة بتبلش تدريجيا صفات برج الحمل تأثر علينا وخصوصا اللي عندهم ساعات نهار هم اللي رح يشعروا في هذا الأمر أنه بتبلش تتقلب الأجواء عندهم بشكل متسارع فمنصير مع ساعات الصباح أنه منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أننا نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفق دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك يمكن طبعا وأنا ما بنصح في هذا الأمر اللي هو تجربة الحظ إدخال قص على الشعر إقامة حفلة ما يعني أمور من هذه ولكن تجربة الحظ هي أنا ما بنصح فيها قصة الشعر وإقامة حفلة جيدة بالنسبة للزاويتين اللي رح يتصيروا ما بعد انتهاء كله المسار طبعا أول زاوية رح تصير هي تأثيرها مع ساعات الصباح اللي هي ورح تستمر للمساء هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون الساعة 11 ودقيقتين ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني 11 بدنا نزيد نحولها لتوقيت الأردن يعني الساعة 2 ودقيقتين بخلق هذا الاتصال يعني شعور بالملل بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه لأنه نكون عصبيين ومندفعين يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا ممكن أنه يثور ثورة عارمة من الغضب على أدفه الأسباب أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون الساعة أربعة واثنين واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني الساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة بتوقيت الأردن مساء نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية طبعا تأثير هاي زاوية برضو من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بما أن القمر موجود في الحمل فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة ثلاثة وعشرين تسعة بيبدأ في تمام الساعة ثنتين واربع دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة اتناعش وسبعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ده ينتقل القمر بعدها لبرج الثور يعني بتوقيت الأردن عشان ما حدش يقول لك ليش ما حكيتش بتوقيت الأردن من الساعة خمسة وخمس دقائق صباحا لغاية الساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة عصرا القمر بنتقل للثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر طبعا القمر المكتمل خمستعشر يوم في تمام الساعة أربعة واثنعشر دقيقة عصرا بصير ستعشر يوم نسبة الإضاءة مية في المية بالنسبة لمزاج الكواكب واطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم اثنين وعشرين تسعة واثنين وعشرين تسعة لما بدأت انتقل للميزان هو يوم الاعتدال الخريفي يعني مع الانتقال للميزان هو أول يوم في الخريف يعني في ساعة الانتقال منتحسة بنسبة خمس وسبعين في المية القمر في الحوت بدأ ينتقل للحمل حتى يوم ثلاث وعشرين تسعة منتحس بنسبة خمس في المية الآن ولكن مع ساعات الصباح أول ساعات الانتقال يعني في لحظة انتقال القمر للحمل بصير سعيد بنسبة عشر في المية عطارد في الميزان حتى يوم سبعة وعشرين تسعة واربعين في المية الآن الزهرة في العقرب حتى يوم سبعة عشرة منتحسة بنسبة أربعين في المية المريغ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمنتعش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم حدعش منتحس بنسبة 40% اورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18 1 منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% طبعا يابل ما نوصل يابل ما نحكي عن التوقعات اليومية حابب انوه لشيء للي بيسألوا طبعا احنا منحكي عن البرج ومنحكي عن الطالع يعني بمعنى اخر لما نحكي برج الحمل احنا منحكي برج وطالع انت بتسمع من الضروري انك تسمع لاثنين برجك وطالعك وتدمجهم مع بعض عشان تطلع بتوقعاتك الان في اشخاص بغلب عليهم طابع البرج يعني البرج هو اللي متحكم فيهم اكثر فتوقعات البرج هي اللي بتنطبق عليهم في ناس لا التوقعات الطالع هي اللي بتتحكم فيهم فعشان هيك التوقعات الطالع هي اللي بتتحكم فيهم عشان هيك ما احكي انا تسمعوا برجك وطالعك ويكون افضل وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا الان موعد بث الحلقة القمر ما زال موجود في برج الحوت فعشان هيك بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعة الصباح فعشان هيك من الان لغاية ساعة الصباح بتكديروا بالكوا على صحتكم ما تبادروا بشيء جديد حاولوا تأخذوا قسط من الراحة تراقبوا الصحة بشكل جيد تحاول انك تمشي الامور بشكل روتيني في ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل عندكم فالاجواء تلقائيا بتبلش يعني تتحسن تدريجيا كل ما اقتربنا لساعات الظاهرة فهي من ساعات الصباح لاجواء ايجابية فرح تبدأوا فترة افضل بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبتعوض عليكم الايام اللي راحت اكثر ولكن بدك تحذر من مزاجك العصبي وكلامك اثناء التعامل مع الغير لانه سهل جدا انك يعني تفهم الامور بشكل غلط او تعبر عن وجهة نظرك بشكل متهور برج الثور طبعا الاجواء من الان موعب بث الحلقة لغاية ساعات الصباح بتظلها على امور الها علاقة بالاصدقاء التواصل الاجتماعي الاتصالات التعاون العلاقات الاجتماعية الحوارات طبعا هاي الامور المثل الايام الماضية الى غاية ساعات الصباح بتستمر معكم ولكن من ساعات الصباح تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم بشكل كبير الانتباه لصحتكم لانه القمر رح يصير في بيت المتاعب في الحمل فبتكن تحاضروا من الدخول في مناقشات او جدال مع الاصدقاء لانه ممكن تتطور الاوضاع على الاسوأ تاني شي ما تعولوا على شيء بالفترة هاي حاولوا انكم تمشوا فترة مكوث القمر في الحمل يعني تصير اعمال روتينية فقط لا غير برج الجوزاء طبعا القمر ما زال موجود في الحوت هو بيت مش حليف لايلك فعشان هيك بتكو تحافظوا على انجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا اعمالكم اللي بدأتوا فيها يعني من ما قبل بث الحلقة لغاية ساعات الصباح بتكو تحافظوا على سمعتكم حاولوا انكم ما تجازفوا ما تغامروا تضبطوا اعصابكم في ساعات الصباح طبعا القمر رح يصير في برج حليف لايلك اللي هو الحمل فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاشخاص بترتاحوا لصحبتهم او اصدقائكم ممكن يتوجه لكم اليوم دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعدوا بلقاء الاصدقاء بوسعكم اليوم برضو تحقيق امني بمساعدة صديق او يظهر صديق بشكل مفاجئ يدعمك في مسألة ما برج السرطان طبعا في من الان لغاية ساعات الصباح اللي بيتقدم لامتحان او مقابلة او بكون عنده سفر او قضية قضائية طبعا المقصود فيهم هدولا اللي هم خصوصا الاشخاص اللي في امريكا او في كندا اللي بكون عندهم انهار بكون حياتهم العملية لسه مبلشة هدولا اكتر ناس بدهم ينتبهوا اثناء قيادتهم على الشوارع المفتوحة يركزوا بشكل جيد عندهم امتحان بدهم يدرسوا عندهم مقابلة بدهم يستعدوا لغاية طبعا ساعات الصباح الاجواء بتتغير بتكون تحافظوا على هدوءكم ما تحاولوا اثارة الفتن لانه القمر رح ينتقل لبيت السمعة هاي فترة مهمة وبتمتحنك وبتمتحن قدراتك اهم شي انك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكي بالاخطاء حافظوا على رصانتكم وحاول انك تتمسك بمسؤولياتك بشكل جيد الفترة تقريبا بدنا نحكي انه بتبلش مرحلة ضاغطة شوي على الاعصاب برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد القمر ما زال موجود في البيت الثامن للكم فعشان هيك بيظل الاشي اللي بتقلقوا من خلاله او بتفكروا فيه كثير اللي هو من الان لغاية ساعات الصباح اللي هي الامور المالية ممكن فيه ضغط حسابات دفع مبالغ معينة تحصيل اموال فيه منكم ممكن يتفحص حساب مشترك اهم شي انكم تم تعنعوا عن اي خطوة مالية جديدة لغاية ساعات الصباح ليش لانه القمر بده يبدأ في مرحلة خلوم مسار فعشان هيك فترة مش جيدة للاعمال المالية ممكن تحصل تبيع تشتري هاي ما فيه اي مشاكل فيها فيه ساعات الصباح الاجواء رح تتغير مع دخول القمر لبرج الحمل فبتنشطوا كثير في اتصالاتكم في امور الها علاقة بالسفر البعيد الاتصالات البعيدة مع اشخاص خارج البلاد بتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بتكون تنتبهوا لانه القمر مش سعيد كثير فبتكون تنتبهوا اثناء السفر ممكن تفقد يعني تتفقد او كل اوراقك لانه ممكن تفقد شيء او تنسى بعض امتعتك او اوراقك كمان حاول انك ما تتسرع اثناء قيادة السيارة والتنقلات خلال هذا اليوم برج العذرة طبعا ما زال القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بيضل اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم في ساعات من الان لغاية ساعات الصباح والاهتمام بالشركاء شركاء المال او شركاء العاطفة اعصابكم بتكون متوترة شوي لسه صحة متقلبة بدها نوع من انواع الرعاية اه ممكن تهتموا ببعض المسائل العائلية او احد افراد العائلة في ساعات الصباح طبعا القمر رح يتحرك للبيت الثامن بتنهمكوا في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة بدك تحذر من النزاعات مع الشريك في العاطفة او المنزل او العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان طبعا من الان لغاية ساعات الصباح اللي بتكوا تواصلوا اعمالكوا اللي انتوا ابتدأتوا فيها حاولوا تتمموها بالكامل بتكوا تنتبهوا انه ما تبدروا لعمل جديد لانه في اترة دخلوا مسار برضو بدكوا تنتبهوا لغذائكم وتنتبهوا لصحتكم في ساعات الصباح طبعا القمر رح يصير مقابلكو تماما فطاقتكو بتضعف ممكن يعني الايجابي انكو بترغبوا في تعزيز شركاتكم وعلاقتكم ما بينكو بين ازواجكم او شركاء العاطفة او المال ولكن بتكوا تنتبهوا من النيران من الجروح من الالتهابات على انواعها وفي نفس اللحظة من ردات فعلكم السلبية لانه العصبية بتكون طاغية فممكن انك تعصب على ادفى الامور برج العقرب طبعا بتظل الاجواء من الان لغاية ساعات الصباح الاجواء العاطفية قوية عندكم بيتميلوا لأحباكم والتجاوب معهم ممكن انه يصير فيه نوع من انواع التواصل او الترفيه او تغيير الجو او رحلة او يعني اي اجواء ترفيهية بتغير هيك من مزاجكم اليوم الامور جيدة لغاية ساعات الصباح ولكن مع ساعات الصباح بتكوا تنتبهوا اكثر لصحتكم لانه القمر رح ينتقل للبيت السادس فبتكوا تنتبهوا لعملكم وتنتبهوا لصحتكم الغالب عليكم انه شوي طبعكم بصير فيه نوع من انواع العنف اردات فعلكم فيها عصبية وخاصة مع الاحبة او مع الاولاد فعشان هيك بتكوا تحذروا من ردات الفعل من يعني التصرفات اللي شوي ممكن تسجل عليكم على متستفهم برج القوس طبعا اتجنبوا ادخال اي تغيير جذري على مسكنكم بما انه من الان لغاية ساعات الصباح القمر ما زال في البيت الرابع حاولوا انه تعاملكم العائلة او البيت او مع الاسرة يكون مرن حاول ما تتخذ قرارات حاسمة يعني بخصوص العائلة او البيت برضو من هو للصباح ضبط الاعصاب مطلوب مع ساعات الصباح الاجواء بتتغير تماما فبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع احباكم ولكن طبعا كشوي بكون حاد لسه الامور ما مشت بشكل جيد او ما استقر القمر بطاقته الكاملة فممكن تفتعل خلاف في المنزل او مع احد افراد العائلة لانه مزاجك حاد فعشان هيك ضبط الاعصاب مطلوب الاجواء ايجابية اجمالا من ساعات الصباح فاستغلها بشكل ايجابي وحاول انك تنبسط فيها مش انك انت تختلق المشاكل برج الجدي طبعا من الان لغاية ساعات الصباح اللي بدو يتقدم لامتحان منكم او عنده مقابلة بدو يركز بشكل جيد حاولوا انكم ما تتسرعوا على الطرقات اثناء التنقلات ممكن يصير في عطل في اجهزة الالكترونية او في سيارة حواراتكم ممكن تكون حاد شوي في ساعات الصباح بتفضلوا الاجواء البيتية والعائلية ولكن ممكن عصبيتكم شوي تخليكم عدوانيين وهذا الشيء ممكن يسبب بسبب مزاجك وممكن هذا يسبب خلاف او سوء تفاهم بينكم و بين افراد العائلة كما انه عليك الحذر اثناء التنقلات زي ما حكينا وقيادة السيارة برج الدلو طبعا منه الان ولغاية ساعات الصباح بتكون تتجنبوا شراء اي حاجية ثمينة حاولوا انكم تخففوا من النفقات وحاولوا في نفس اللحظة ما تكفلوا او تضمنوا حد في ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من المحتمل انه يعاني لبعض منكم من مشاكل او نزاعات مع رفيقه او رئيسه في العمل او مع الزوج لأسباب بتعود للامور المالية عشان هيك عليك انك تتجنب التبذير في البداية وتضبط اعصابك لانه ما في داعي انك يعني تكبر الامور الاجواء تقريبا نقدر نحكي انها بتصير ايجابية مع ساعات الصباح رغم هاي الامور اللي ذكرناها لانه بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وقدرة على الاقناع جيدة برج الحوت طبعا انتو لحد الان زي ما نحكي النشاط موجود الحركة الرغبة بالحركة عندكم نشاط عالي اهم مش انكم ما تبادروا لعمل جديد واصلوا لعمل اللي بدأتوا فيها من قبل طبعا مع ساعات الصباح بتتغير الامور بتنهمكم في امور اللي علاقة بضبط الميزانية لكن ممكن يكون مزاجكم سيء وتكونوا قليلي الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع المحيط او ردات فعل سلبية فعشان هيك ضبط الاعصاب مطلوب برضو الامور الميزانية والامور المالية بتكونوا تنتبهوا على اموالكم من السرقة او الضياع وفي نفس اللحظة ما في داعي للإسراف سهل جدا استغلالكم في هذا اليوم وخصوصا من المحتالين والنصابين او الاشخاص اللي بدعوا انهم هم بحاجة للمال فممكن يستعطفوكم طبيعتكم انتم بتصدقوا هاي النوعية من الناس فعشان هيك سهل انهم هم يستغلوكم ماليا ديروا بالكم من هاي النقطة طبعا الاسماء المنتسبين بتظهر الان على الشاشة منحب نشكرهم ونتقدر لهم بالشكر الجزيل وان شاء الله انو ربنا يعني بيقدر انو احنا نكون برضو على قدر المسؤولية والتزامنا مع اليوتيوب انو نجاوب على كل اسئلتكم هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء